موسيقى عزائي تلاميذ وتلميذات السنة الأولى ابتدائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم سأقدم لكم تاني درس في مادة الرياضيات بعنوان التواصل حدا بحد أهداف هذا الدرس هي مقارنة مجموعتين أو أكثر باستعمال التواصل حدا بحد إنجاز التقابل بواسطة مجموعات جزئية متقادرة التواصل حزمة بحزمة استخدام العلاقة المناسبة من بين عناصر مجموعتين أقل من أكثر من بقادر نبدأ بالحساب الدهني هيا عدوا معي من واحد إلى عشرة واحد اتنان تلاتة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحسنتم لنبدأ بالوضعية خرجت من المنزل فلاحظت أن أصدقائك لديهم بالونات ريم أحمد هند كل واحد منهم لديهم بالون نقول في هذه الحالة البالونات بقدر الأطفال ونكتب بقدر البالونات بقدر الأطفال لكل طفل بالونا واحدا ألاحظ الصورة التالية لدينا هنا فئران وقطع جبل لاحظوا معي نصل كل فأر بقطعة جبل نلاحظ أن لكل فأر قطعة جبل نقول الفئران بقدر الجبل ونكتب بقدر الفئران بقدر الجبل لاحظوا هذه الصورة ماذا لدينا هنا؟ لدينا أطفالا يحملون بالونات ولكن هل لكل طفل بالون؟ سوف نرى كل طفل يحمل بالونين إذا أعطينا لكل طفل بالون كالآتي ماذا تلاحظ؟ ماذا تلاحظ؟ نقول في هذه الحالة البالونات أكثر من الأطفال ونكتبك الآتي أما الأطفال فهم أقلية إذا الأطفال أقل من البالونات ونكتب ما يريد أعيد القراءة البالونات أكثر من الأطفال أما إذا بدأنا من الأطفال نقول الأطفال أقل من البالونات نمر إلى المثال التالي لاحظوا هنا ماذا لدينا؟ لدينا هنا لاعبون وماذا تلاحظون أيضا؟ لا شك أنكم لاحظتم أن لكل لاعب كرة إلا هذا اللاعب فهو لا يملك كرة إذن اللاعبون أكثر من الكرات ونكتب اللاعبون أكثر من الكرات هذا اللاعب تنقصه كرة سنمر إلى مثال آخر نلاحظ أن هنا ديدانا وهنا تفاح سنقارن عناصر هتين المجموعتين سنصل كل دودة بتفاحة كما يلي ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن هتين الدودتين لا يملكان تفاحة إذن الديدان أكثر من التفاح ويمكن القول أيضا أن التفاح أقل من الديدان ونكتب كما يلي أعيد القراءة التفاح أقل من الديدان في هذا المثال لاحظوا جيدا هنا لدينا عناصر كثيرة تفاح وموز إذن هل يمكن أن نصل كل تفاحة بموزة؟ في هذه الحالة سنستعمل الطريقة التالية تبه جيدا هنا لدي ثلاث تفاحات هنا سأحيط مجموعة متقادرة معها إذن ثلاث موزات ثم أحيط ثلاثة من التفاح وهنا سأحيط ثلاثة من الموز ثم إذا أحيط ثلاث تفاحات سأحيط هنا أيضا ثلاثة من الموز وهكذا إذا أحيط هنا ثلاثة أحيط هنا مقابلها ثلاثة من الموز ثم هنا بقي إثنان من التفاح أي تفاحتين هنا أحيط موزتين ماذا نلاحظ؟ ماذا نلاحظ؟ ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه هنا موز كثير نقول الموز أكثر من التفاح ونكتب ما يلي؟ نقرأ الموز أكثر من التفاح نمر الآن إلى التمارين أولا ألون البطاقة الصحيحة لاحظوا جيدا الصورة لدينا هنا أقمصة وهنا سراويل نريد أن نقارن الأقمصة بالسراويل لدينا الجملة الأقمصة أكثر من السراويل سنجيب بـ نعم أو لا أي البطاقتين صحيحة؟ فكروا جيدا نصحيح؟ سنصل كل سروال بقمص هكذا ماذا تلاحظون؟ هل تلاحظون أن الأقمصة أكثر من السراويل؟ إذن لا نلون بطاقة لا الأقمصة بقدر السراويل التمرين الثاني أحيط بخط الجملة الصحيحة لاحظوا الصورة جيدا هنا لدينا أحصنة وهنا دجاج الجملة الأولى الأحصنة بقدر الدجاج الجملة الثانية الأحصنة أقل من الدجاج أي الجملتين صحيحة؟ فكروا جيدا هل وجدتم الجواب؟ لنصحيح سنصل كل دجاجة بحصان لاحظوا جيدا إذن هل الأحصنة بقدر الدجاج؟ طبعا لا لقد بقيت هذه الدجاجة إذن الجملة الصحيحة هي الأحصنة أقل من الدجاج وهي التي سأحيطها بخط وهكذا قد وصلنا إلى نهاية الدرس اليوم أتمنى الاستفادة منه وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر